حسمت مفوضية الانتخابات في العراق الجدل الدائرة بشأن تأجيل الانتخابات وأكدت أن موعد الاستحقاق الانتخابي ثابت ولن يتغير وبالرغم من أن القوى السياسية بدأت حراكها مبكرا إلا أن التسريبات كانت تشير إلى احتمالية التأجيل في حين أن أربيل عاصمة إقليم كردستان تحولت إلى محجة للقوى السياسية الشيعية والسنية وفي بغداد بدأ حراك الاتحاد الوطني الكردستاني وزياراته للقوى السياسية تأكيدا مضافا على انعقاد الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر حراك القوى السياسية في بغداد وأربيل يمكن وصفه بأنه تنافس بين القوى الشيعية الرئيسة للظفر بالأصوات الكردية إذ أن معظم القوى السياسية في بغداد تدرك أن الحكومة لا تتشكل إلا عبر الأحزاب الكردية التي تمثل بيضة القبان في عقد تحالفات مبدئية وإذا كان من المبكر الحديث عن تحالفات مستقبلية فمهما كانت التفاهمات على درجة عالية من الإيجابية بين الأحزاب فهي لا تعني الاتفاق على تحالف ما ذلك أن نتائج الانتخابات هي التي ستحدد شكل وطبيعة التحالفات السياسية للمرحلة المقبلة وفي سياق احتدام التنافس الانتخابي بين القوى الرئيسة فإن كل القوى التقليدية من الشيعة والكرد والسنة ستدخل الانتخابات متفرقة من دون تحالفات في مؤشر على مشهد سياسي جديد في العراق فرضه قانون الانتخابات والتراجع شعبية معظم تلك القوى في الشارع والتساع الخلافات بينها ترجمة نانسي قنقر